اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الانسان كله حلقة النهاردة بعنوان اليأس وتقييم الحياة احنا قدامنا نموذج من العهد القديم هو موسى النبي موسى النبي كلنا عارفين القصة بتاعته لما شاف اتنين بيتخنقوا وبعدين واحد مصري واحد عبراني وبعدين ملقاش حد حواليه فقاتل المصري وبعد كده الموضوع اتعرف وتعرف عند فرعون فهرب موسى وراح البرية هو كان فاكر او كان راسم لحياته كلها ان هو هيخلص الشعب وهو يعني على ايديه هيتم تحرير شعب الله من العودية ولكن بعد ما هرب من وجه فرعون خلاص هو فقط كل امل وحس بيأس جديد ان هو ممكن يعمل حاجة وابتدت بقى السنين تجر وربعط يعني هو ما هرب من وجه فرعون خلاص عنده اربعين سنة ما ابتدى بقى يعيش في البرية والجو الصفورة بنت يعني كاهن مديان قعده اربعين سنة تاني فبقى سنه ثمانين سنة ما وصل سنه ثمانين سنة هو قال خلاص انا حياتي انتهت وفي الوقت ده لما كان سنه ثمانين سنة كتب مضمور هو المضمور الوحيد اللي كتبه موسى النبي ومكتوب حتى تحت عنوان المضمور صلاة لموسى رجل الله اللي هو مضمور تسعين المضمور ده بيقول ايه كلام بقى مهم اوي اللي بقوله في المضمور ده بيقول افنين سنين انقق قصة يعني خلاص حياتنا انتهت قصة واحنا دوقتي انا في النهاية دوقتي افنين سنين كقصة حياتنا هي سبعون سنة وان كانت مع القوة فهي ثمانون سنة طب هنا موسى نبي عاوز يقول ايه يعني بالكتير اوي الواحد بيعيش قد ايه تمانين سنة طب هو في الوقت ده كان عنده تمانين سنة يبقى هو حس انه هو ايه خلاص حياته انتهت مش هيقدر يعمل اي حاج عشان كده في الوقت ده لما ربنا دعاه وظهار له في العليقة وكلمه موسى النبي ما كانش مستوع بالكلام ده فكان بيعتذر كل ما يقوله ربنا حاجة يقوله طب انا هقولهم ايه طب هقولهم اسمك ايه طب مش هيصدقوني وفضل يعتذر يعتذر لحد ما عمل ربنا عمل يعني قدامه ومعنجزات كتير وفي الاخر قال لي ربنا ارسل بيقدم ان ترسل يعني خلاص انا برضو مش هروح وطبا في الاخر هو يعني خضع لقراطة الله ورجع بقى قاد الشعب للخروج من مصر وحوالي 2 مليون واحد 600 الف ماشي من الرجال ما عدا النساء والأولاد يعني حوالي 2 مليون وقادهم في البرية 40 سنة تاني ففي الوقت اللي هو سنه كان 80 سنة وحس باليأس الكامل وحس ان حياته مناش اي معنى في الوقت ده ربنا اختاره ان يقود الشعب 40 سنة تاني حكاية اليأس دي اوقات كتير بالجنة ممكن الواحد يجي بعد سنين وعمره مسلا يقول انا عملت اي في حياتي حياتي وكلها مكنش لها اي معنى مفيش اي حاجة لها ايما انا كل اللي عملته انتهى كل اللي عملته باز كل اللي عملته راح الحاجة اللي بنتها كبيرة القسط صارت ووقعت برضو اللي كان عندها نفس الشعور ده هي نعمة نعمة في صفر رعوث دي برضو قصة مهمة اوي مقارنتها مع موسى النبي في موضوع اليأس نعمة دي لقيت جوع في الارض وراحت مقاب هي وجوزها وولادها الاثنين ولادها اتجوزوا اتنين بنات مقابيات وبعد كده جوزها مات وولادها الاثنين ماتوا والرجالة فخلاص قالت انا هعمل ايه انا هرجع تاني فواحدة منهم رعوث مسكت فيها وقالت لها شعبك شعبي وإلهك لاي حيثما موت يا اموت وهناك اندفن فطبعا ايه اخدتها معاها ورجعت بيها لارض ارضها تاني لما رجعت ارضها قالت الناس قالوا ايه ده هي دي نعمة طبعا شكلها تغير وطبعا بنى عليها التعب والحزن والقلم والحاجات دي كلها فقالت لهم لا تدعونني نعمة بل مرة لان القدير امرني يعني ما تقولوش عليها نعمة انا مش متنعمة ولا حاجة عنديش نعمة دلوقتي بالعكس ده انا دلوقتي كل مرار انا فقدت الزوجي فقدت ولادي اللي اتنين انا حياتة كلها انتهت في الوقت ده ربنا ابتدى بقى يطلع نور جديد حلو اسمه بوعز انه يتعرف على رعوثه وبوعز ده يتجوز رعوث طب بعز لما تجوز رعوث خلف مين خلف عبيد عبيد لما تجوز خلف مين خلف يسا يسا لما تجوز خلف داود الايه النبي يعني داود النبي ده اصلا من ناس لمين رعوث من الناس لقصة يأس يعني قصة يأس وقصة تحطيم وانتهت طلع منها داود النبي الراجل الجميل اللي عمل مزامير كتير جدا وتنبأ عن الام المسيح للمجن وكل الحاجات الحلوة دي جات من داود النبي اللي جاي اصلا من جد الجدود من قصة كلها كانت يأس وكلها حست نعمة انها القدير امراني لو كانت نعمة تعرف بقى انها بعد شوية هيجي داود النبي من ناس للرعوث ما كانتش هتقول الكلمة دي ما كانتش هتقول القدير امراني كانت تقول دي خطة الهية عشان ربنا هيعمل حاجة كتير حلوة بعد كده احنا وقت كتير عدو الخير بيحاربنا انه لما نخسر نقول الدنيا كلها سودت الدنيا كلها بازت لكن عاوزين نتعلم من قصة موسى النبي وقصة الرعوث ازاي انه في الوقت الصعب ممكن ربنا يدخل وممكن ربنا يغير كل حاجة مين اللي حصل له الحكاية دي واكتشف قصد الله وتدبير الله هو معلمنا بولس الرسول رسالته التانية الاهل كرونثوس صح واحد في رسالة التانية بيقول ان لا لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا من جهة ضيقاتنا التي اصبتنا في اسيا اننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى ايسنا من الحياة فاحنا يقسنا طب ليه يا بولس الرسول ربنا سامحلك بالتجربة الصعبة دي ليه حطك في المحك التقيل ده قال بقى كلمة جميلة قوي قال لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم الاموات الذي نجينا من موت مثل هذا وهو ينجي الذي لنا فيه رجاء انه سينجي ايضا فيما بعد هده الجمال بقى الحاجة الجميلة الحلوة اكتشفها معلمنا بولس انه هو ليه يتحط فيه اليأس عشان يحط كل رجاءه كل اتكاله على مين على ربنا فاكتشف كنز جديد اسمه معونة الله وقوة الله وعمل ربنا العظيم في حياته وربنا يدينا كلنا نعمة يحمينا كلنا من حروب اليأس يحفظنا كلنا في الرجاء والقوة وعينينا تتفتح على تدبير الله في حياتنا لإلهنا كل مجد وكرام الأباد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة